بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الجهر أم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من مطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذل ويخافون يوما كان شره مستفيرا فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فلقاهم الراوشا وذلك اليوم ولقاهم نطرة وسكورا وجزاء بما صبروا جنة وهيرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها ودللت أتوفها تذليلا ويطاف عليهم ذئانية من فضة واكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج هذا الجبيلا عينا فيها تسمى سرسبيلا ويطوف عليهم ملدان مخلدون إذا رأيتهم حسدتهم لؤلؤا منطورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم زياب سندس صدر واستبرأ وحلوا وساجر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعبكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصفر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فافجج له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوءا تقولا نحن خلقناكم وشددنا عسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رهمته وقال لينا عجلهم غذابا للماء ترجمة نانسي قنقر